قبل ما نبتدي عندنا خبر الحقيقة الفترة اللي فاتت كان فيه جدل كبير أثاروا مسلسل الملك منذ طرح البرومو الأول له الحقيقة عدد كبير من المتخصصين والخبراء وجهوا ملاحظات مهمة حول المسلسل ملابس، ديكور، شكل خارجي للممثلين، الدأن حاجات كتيرة جدا هذا الجدل الواسع قوبل اليوم بقرار حاسم ومسؤول من الدولة التي قررت إيقاف مسلسل الملك بطولة عمر يوسف وإخرارك حسين من اباوي وأصدرت الشركة المتحدة منذ قليل بياناً بإيقاف المسلسل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والأثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم وأعتقد أنه بالشكل ده ممكن يتأجل لما بعد رمضان كوليس القرار ده الذي أصفه بقرار مهم ومحترم ومسؤول وأشكر الدولة وكل المسؤولين اللي اتخذوا هذا القرار والمتحدة أيضاً أنه نستمع حصل جدل والحقيقة أنه كان هناك استماع لملاحظات المتخصصين ووضعها في الاعتبار فلا يمكن بعد العرض المبهر والتاريخي الذي قدمته مصر أمس واللي شهده العالم عن تاريخ مصر بتفاصيله الدقيقة بكل الحاجات البسيطة اللي ما كانش فيها خطأ واحد لا يمكن أن يكون هناك مسلسل بعد ذلك أو قبل ذلك الحقيقة يحكي جزءاً مهماً من تاريخ مصر أحمس قاهر الهكسوس ويكون شكله لا يليق أو فيه أخطاء تاريخية ليس الهدف هو تقديم عمل درامي فقط برغم أنه فيه إنتاج الحياة ضخم جداً عمل ضخم فيه إنفاق عالي إنتاج عالي عمل واسع بشكل كبير ولكن لا يمكن أن نقبل خطأاً والدولة لا يمكن أن تقبل خطأاً خاصة في التاريخ الهدف والحقيقة وده هدف القرار بإيقاف المسلسل إنه يكون مسلسل دقيق يليق بمصر أيضاً وبأحد عظام الملوك أحمس قاهر الهكسوس زي ما قدمنا مبارح مشهد عظيم لكل ملوك وملكات مصر